وكما قلنا مئة المرات ربما مبالغة نحن نحن بكل بساطة نستطيع أن نميز بين ضربين من ضروب أفعائنا وقلت هذا قريبا أقل من سنة في خطبة عن وهم حرية الإرادة هل حرية الإرادة التي فيه ويل وهم أم لا حقيقة لا حقيقة ومن أحق الحقائق رغم أن في الملحدين مشارع للإلحاد الإلحاد مشروع عجيب جدا جدا على الفكرة الإلحاد ينتهي بك مباشرة بضربات سريعة إلى اللامعنى من إنجلس ما في شيء له معنى لا الوجود لا الحياة لا الإنسان ولا شيء له معنى واحد من؟ الإلحاد يترك كل النظم الأخلاقية بلا أي تبرير وبلا أي مصدر تستند عليه والملاحدة النزهاء يعترفون به دعونا نعترف ومنهم دوكنز صح ما في إله ما في دين إلهي ما في أي ضمانة لأي نظام أخلاقي إنسى كلام فارغ له دخلنا في نسبية مطلقة ما شاء الله ثلاثة الإلحاد ينتهي بك إلى أنك مجرد وهم الوعي الكونشيسنس تبعك وهم الفري ويل وهم ووجودك كله باني يكون وهما أنا ضيعني هذا ضيعك بالكامل ولا خلى لك حاجة وبدأ عنه إنساني وبدأ يعطيك حريتك وإنسى أي إنسانية وأي حرية أنت أفهمتني أنه حتى وعي وهم وحرية إرادتي وهم وأنا مش حر وأنا مجرد ذرة مادية محكومة بقوانين المادة العمياء اللي ما بتفهم وما عندها إرادة وما عندها بيربيس وما عندها أي شيء إيش العدم الرهيب هذا وعد عدمي وروحوا تعايش معه خلي أصحابه يتعايشوا إيه معه إحنا بنقول لا بمنطق البداهة اللي بنعيشه لا إحنا أحرار وعننا حرية إرادة وحتما عندنا كيف طيب كيف زي ما عندنا قطع قطع بأن هناك أكثر من لون يمكن لجهازنا البصري والإدراكي أن يتعامل معها بالبداهة ما بتقدر كل العوالم يتقنعني بغير ذلك أنا بشوف أحمر وأسود وأخضر وبنا شايف انتهينا في بغضا عن تفسيرها في ألوان مختلفة في أفعال مختلفة تجري علي ومني في في أفعال أرى نفسي إزاها بأنني لا أمتلك أي خيارة أقول لها مئة مرة حين أكون محموما وترتعد فرائصي وتستكعسناني أشعر بالغيظ أريد أن أقف هذه الحالة لا أستطيع هذا فعل اضطراري بالله عليك هل تشعر الآن أن استماعك إيه إلي أو أنا أشعر أن كلامي إليكم من نفس البابة من نفس القبيل من نفس المجال أنه رغما عني بتكلم والكلام بطلق ليس صحيح بتكلم وأنا حتى بعد الصلاة وخططت ما أريد أن أعمل وما أريد أن أتكلم وما أريد أن أقول وكيف الوقت وكيف صح أو لا باختيار وأستطيع أن أقف الآن وما أكمل وتستطيع أن تقف أنت الاستماع وتقوم تذهب راشدا هذا ليس من بابة ماذا استقاك الأسنان وارتعاد الفرائص وتقول لي مستحيل نحن نعيش الحالتين إذن حتما نحن مختارون صحيح ولو كنا نعيش حالة الحتمية الكاملة ومصادرة الإرادة لشعرنا بأننا باستمرار كالحالة الأولى وبدك التنقيق الفلسفي لما شعرنا أصلا لما شعرنا لأنه ما عنيش أي استناد لكي نقارن لكن مدام في عنا إمكانية أن نقارن وقدنا استطعنا أن نفرق بين ضربي من ضلوب ما يجري من أفعال إذن وضح أن هناك أفعال تدخل في باب ماذا؟ الأفعال المثارة بحرية إرادة بكل بساطة الفلسفة الزايدة كلام وعلم الأعصاب والهبل ما يلزم الأمور واضحة نحن مختارون وسنحاسب على اختياراتنا أعتقد الأمور واضحة لما يلزم